سؤال واضح منتخبات الأعمار السنية ما بعد المنتخب الأول نتفائل بها الفترة اللي جاية نتفائل أنا ما تكملش السؤال بقولك عارف ليه لما تقوله قاكب الطريقة دي أنا بصك في الجد عاصلتها انت ساري جده تقولي لا السداني اه ليه بقى ما علمتها قبل كده 2005 خلاص بدأت 2005 بدأ يلعبه مع الفريد الأول دلوقتي يعني النادي الأهلي لعب 2005 ومقاريد 2006 كمان هيل زمالك لعب 2005 زد لعب 2005 فيوتشار لعب 2005 الاتحاد لعب 2005 بدأت لعيب 2005 أنا بقول لكم دلوقتي واني قاعد معاك هون ان شاء الله ان شاء الله ربنا حينها وحيك يعني كده في خلال ثلاث سنين جيل 2007 وثمانية هيبقى من أقوى الأجل موجودة في مصر ده خبر عظيم خبر عظيم أنا بقول هلأ نرجع له تاني كمية مواهب وعندهم استعاب زهني قوي جدا ولعيبة بتقول لها اعملي كذا حاضر باتقان فده بيديك مؤشر اللعيبة دي لقى لعيبة كويسة أنا عندي موليد 2008 راحوا لعبوا دورة مع موليد 2007 الأكبر من شهران أفريقيا خدوها وهم موليد 2008 أصغر سنة راحوا خدوها بسم الله ما شاء الله تماما و2007 لسه البطولة بتاعتهم بقول لك أنا متفعل جدا بالفرقة دي في المسابعة 8 في ثلاث سنين شايف المواهب ليه ما متشوفش لعيبة زي دي في الفرقة الأولى يعني لو متشوف مثلا لمينيا مال في أسبانيا عنه 16 سنة بيلعب يورو أساسي وأفضل لعب في البطول وجامل جدا ليه بقى ما متشوفش 16 سنة لعيبة تكاس على مثلا فاتت لعب حوالي 4-5 لعيبة 16 سنة طبعا بقول لك لمينيا مال في اليورو كان من أفضل لعبة في اليورو وقدر لأسبانيا أنا أنا اخترحت اخترحت اخترح بس يعني يعني قالولي ممكن ما يتوفقش عليه يعني اللي أنا بقول للأندية أنا عند المتخب القلم اللي جاي هو 2005 خلاص متخب 2001 خلاص شكرا 2005 هو اللي هيعد 4 سنين أنا عايز الولاد دول يبتدوا يلعبوا وياخدوا فرصهم فبقول للنادي يعني الاختراحي بكل ماتش كل النادي معاه على الأقل لعيب 2005 موجود على الدكة معاك الساسي بقى دكة بس يبقى في قائمة المباراة قائمة المباراة بس بش هحسبولك بش هحسبولك تغيير يعني انت عايز تغيره بش هحسبولك تغيير إذا نقتل في الآخر معاديكش تغيرات انزله مجرأك اللي انت خده ولعبه على الأقل هيتتمرن معاك هياخد إحساس الفريق الأول قاعد على الدكة شايف مواقف يعني استخدمه واخبالك وما تعتلش ههم اللي انت هتحسب تغييره هي فكرة عظيمة بس هو السواء لا أحيان ينفع يعني ينفع في تقريب القانون الكواء انه تغييرات ولاحة هي دي بقى يعني تقريبا ممكن أو لا ممكن آه وممكن لا بالنسبة كبيرة بس ده اختراح ليه ليه على أقل كل أسبوع عندي 18 لعيب بموجودين 2005 وأكيد كلهم موجودين في المتخب اللي أنا أبتدي أبتدي ديله وألعابه وهو في خلال سنتين ثلاثة اللعيبة دي هتبقى لعيبة فريق أول مستريع انت عارف يعني عارف ببنطق الوين وين سيتيوشن يعني انت كذبان وانا كذبان ممكن تقوله مثلا والله انت لو شاركت مثلا اثنين لعيبة من 2005 ده على مدار الموسم بنسبة 25% في المباريات انت مثلا انا جاءت لفك اللقات يعني انت مثلا هيبقى ليكي استثناء عن باقي الفرق ان انا هزود لك واحد اجنبي تجيبه السنة الجاية مثلا يعني اه في حالي عايزة جرق النادي عايزة جرق النادي انت خليني نفكر لقاتك يا كابتال وكليني نفكر يعني اقصد ايه فيك اقتراحات كتيرة ممكن تحصل بس النادي ببعايز ايه طب انت هتديني ايه صدام الاخر يعني فلازل تدينه حاجة انت انت جرتنا عشان بتسألني بتقول ايه الانداء دي ما يعني هو كل انداء بتدور على ان هو الناس الكبيرة وجيب اينا وجيب من اينا هو عايش في مصطحة عندك خطاع ناشئين بتصرف عليه خد ولعب وجرق ليه دايما بطولة الكاس وقولك ايه هبتدي بقى شوف ناس صغيرة طب ما هي بطولة ما الكاس زي الدوري ما الناس بتاخد الكاس بقولك انا خدت بطولة وايه ما هي بطولة فعلا صحيح طب ايه والدوري ما هي بطولة صحيح يعني اتجرق ولاعب وعلم عشان فعلا ديه في مصطحة الكرة في مصطحة لو الفعلا الاندية اللي عبت موليد الفين وخمسة في خلال تلات سنين جايين دول اواربع سنين هيب عندنا متخب قوي جدا بصراحة يعني